هذا الدراما نحن نتواصل ويا أحمد دائما في أماكن تكون جميلة في الخرطوم أو في الكلاكلة أو في الجبراء أو كذا أو في كل أرجاء السودان ونحن مررين يوميا لكن هذا الواحد دائما يكون مجغول مرات يفكر في يوم وفكر في بكرة وفكر في مبارع عنده مواقف عيان ومغام ما مني انتبهت للأماكن دي مرات كثيرة فعلا قد ما ننتبه لها لكن أيضا في أماكن لديها سحرها الخاص يعني حتى لو أنت ما كنت زورت هذا المكان سمعت عنه معلومات بتشدك رغبة أنك تزور هذا المكان وتشوفه لبعض الأماكن الفتى الخاصة وأمانها الخاص وأيضا أحاسيسها المختلفة يبقى المكان رمزية يحسها الكثيرين من خلال زيارتهم أو من خلال معرفتهم أو السماع عن هذه الأماكن التقرير القادم يتحدث عن المكان ورمزيته وإحساسه وإلفته أيضا نتعبه مع زوانا في الكنترول لكل أمر بداية وبداية رحلتنا إحساس يدفعنا وبقوة للغوص في أعماق التاريخ فالرحلة لن تكون عبر ساعة زمنية تفصل بين زمانين مختلفين وإنما من خلال السيارة بالطريق طافت بخاطر أفكار وحكاية عن حياة لم أرها وإنما سمحت عنها عن هذه الأرض التي سكنها أناس غيرنا فعمروها وأحالوها حضارة وصلتنا فالعبور إلى التاريخ إنما هو انفصال عن واقعنا الذي نحن فيه على مشارف قرية رونغا نجد أنفسنا مجبرين على التوقف ولو لدقائق ليس لتعب أو نصب وإنما نحن على مقربة من آخر ملوك مملكة الفونج الملك باد والطبل المدفون في منطقة رونغا ولعلها من المعلومات التاريخية الغائبة عن أذهان الكثيرين حول مكان وجود آخر ملوك الفونج فقبره يمثل خيطا لرحلة بحث عن مكان بقية الملوك هناك الكثير من الأسرار دفنت مع موت الملوك وأن لا أحد يعلم أين بقية مقابر الملوك إلا أنه يقطع الحديث عن هذا الأمر إلى حين ويدفع بنا للتوجه مباشرة إلى عمق مقصدنا الرئيسي منطقة رونغا دخلناها ضحا فسمة المنطقة البارزة هي الهدوء والسكون وصف المكان فكل شيء في رونغا يبعث على الإطمئنان ويدفعك هذا الصفاء لمعرفة سر جمالها وسحرها فمعظم الطرق هنا تؤدي إلى عمق القرية وعمق القرية يمنحك الإحساس لاختيار متكأ وريف وهذا المتكأ باتجاه النيل الأزرق منبع كل هذا الجمال والألق الأخضر بالنسبة لسكان رونغا فإن حياتهم ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبساتين والنيل فالثمار التي تجنى من أشجار المانجو والجوافة والموز هي مصدر دخل الأسر هنا غير أن رسوخ فكرة أن قريتهم ما زالت تحتفظ بسر جمالها منذ مئات السنين وتخلب الباب الناظرين يجعلهم يتمسكون بالعيش هنا وإن ظند عليهم الطبيعة وجف النيل مرة بعض مرة ويقول باحثون في تاريخ السلطنة الزرقة إن وصول الملوك إلى هذه المنطقة بالذات بغرض الاستجمام إنما لقربها من سنار المدينة من قدسية الفونج للنيل جاءت قدسية المكان فنهر النيل الأزرق المنبسط بكل ساعة ورحبة يوفر أسبابه روعة رونغا فعلى هذه الضفاف وقبل خمسمائة عام وأكثر كانت الحياة عاملة هنا والملوك يقدمون في رحلتهم السنوية طلبا للهدوء والاسترخاء وفي رونغا تجد نفسك في مواجهة لوحات تزين فضاء ومساحات القرية لوحات فيها من العمق ما يجعلها راسخة في الذاكرة ولا تنسى يقول الأهالي عن شجرة الدليب هذه إنها شاهد عصر على حقب زمانية متعددة وإنها رمز فأل لهم فمنظرها يوحي بأن جمال الماضي ينعكس في أفاق المستقبل هكذا يقولون وهم يحيطون بنا محبة وإلفة ببساطة الإنسان السوداني وسماحة أهل رونغا التي احتضنت كل القبائل تحدثوا معنا حول الزراعة والبساطين وجمال قريتهم وأفاضوا في قصص التاريخ وحكايا الفونج إلى أن اختلفوا في عدد ملوك السلطنة ليحتكبوا بعد ذلك إلى عمر عدلان حفيد الفونج الذي كان مستعدا ليجيب عليهم هي رونغا تاريخ وضي وإنسان جميل ونبيل وحياة تحفها البركة واليقين بأن ما قسمه الله لهم من نعمة هو من فضل الله عليهم رونغا التي أشجت أوصال ملوك الفونج حينا من الزمان عندما قدموا إليها ها نحن وبنفس الإحساس نغادرها وفي القلب شوق لها